أحسن الله لكم يقول في سؤال آخر إني نذرت أن أصوم أسبوعا كاملا إذا نجحت وأنا لا أستطيع أن أصوم أسبوعا كاملا متواصلا فهذا يجوز لي أن أصوم سبعة أيام متفرقة إذا قلت إذا نذرت أسبوعا معينا من الشهر كالأسبوع الأول أو الأوسط أو الأخير فإنه يجب عليك صيام ذلك الأسبوع الذي عينته لأن النذر وجب عليك محددا ويجب عليك الوفاء بذلك أما إذا نذرت أسبوعا بمعنى سبعة أيام تريد سبعة أيام ولم تنوي تتابع فيها فلك أن تصومها مجتمعا وأنت تصومها متفرقة أما إذا نويت أسبوع يعني من الجمعة إلى الجمعة فإنه يجب عليك صيام الأسبوع إذا نويت أسبوعا يجب عليك صيام الأسبوع من الجمعة إلى الجمعة أما إذا نذرت الأسبوع بمعنى سبعة أيام مطلقة فلك أن تصومها مجتمعا وأنت تصومها متفرقة فالأمر راجع إلى نيتك شكرا